علنت النيابة الفيدرالية البلجيكية لوكلة فرانس برس أنه تم توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بمجموعة سائق درجات نارية بلجيكيين مرتبطة بحركة جهادية ليل الثلثة الأربعاء بعد العثور على مخبأ أسلحة في بروكسيل وقال الناطقي باسم النيابة أريكا فندور سيبت أن الأشخاص الأربعة اقتدوا للاستماع إليهم مضيفا أنه يشتبه بوجود علاقة مباشرة لهم مع أعضاء من مجموعة راكب الدرجات النارية الأمتحاريين وخصوصا مع شخصين أثار توقيفهما في نهاية 2015 بلبلة في بلجيكا وتسبب الغائي احتفالات رأس السنة خشية وقوع اعتداء